السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل الهجات قبل ما نبدأ في هذا المداخل أبي وديه أن أعتذر من كل الإخوة والأخوات اللي وعدتهم على جلباش ندير مداخلة البارحة كنت طيلة اليوم في تواصل مع إخوة جزائريين على جلباش إن شاء الله نكونوا حاضرين ونكونوا يوم حد 17 مارس 2017 في لا بلاس كابيتول على جلباش نديرو تجمع واللي العنوان تاعه هو جمهورية جزائرية جديدة كنا درنا طالب في لا بريفكتور يوم 11 مارس والحمد لله هرانيا روحت قبيل أنا والأخ صالح اللي هو من عنابة وروحنا قبيل لا بريفكتور وعطونا الأوكي على جلباش يكون تجمع يوم الأحد 17 مارس ابتداء من الساعة الثانية وإلى غاية تاع ساعة السادسة مساء إذن طيلة البارحة كنت مشغول وبالتالي أعتذر للإخوة اللي وعتم على جلباش ندير تسجيل كنت تحدثت قبل البارحة حول الموضوع في البث المباشر ووعتكم على جلباش ندير تسجيل منفرد ونشرح لكم الأهمية تاع هذا القرار تأجيل الانتخابات قبل ما نبدأ ونحكيه على القاضية تاع التأجيل لابده هو أنه نعود قليلا إلى الوراء لأنه هذا القرار تاع تأجيل الانتخابات هو راه نتيجة وصلنا لها بالتالي إحنا ذلك لابده هو أنه نعود ونرجع قليلا إلى الوراء دون الدخول في التفاصيل فقط هو رؤوس تاع أقلام باش نفهمه لماذا هذا القرار تاع التأجيل وش هي المنافع تاع وش هي المظار تاع ما يخفلكمش خوتي الجزائريين والجزائريات هو أنه كانت فيه حالا تاع غموض بحيث هو أنه كانوا الجزائريين والجزائريات اللي تابعوا في الشأن الجزائري ما راهم فهم فيها والي يقول لك أخويا كيفاش من جهة راها كان فيه انتخابات رئاسية ولكن ورها من المرشحين هذو شخصيات سياسية اللي عندها وزن سياسي ما ظهروش وبالتالي ظهروا بعض الناس هكذا قال راه عندهم الرغبة في الترشح من بينهم في البداية هذك واسمه ولد بوظياف ناصر من بعد قال واحد من الشعر في أعتقد رئيس حزب والله واحد من الأعضاء انت حزب هكذا معين وفيه من بعد ظهروا بعض الأشخاص هكذا إذن كانت هناك حالا تعغو موض كانوا ناس يتسألوا يا هل ترى هذ الناس اللي راهم هما يروجوا للأهدى الخامسة يا هل ترى هما أنه يقدموا هذا بوتفليقة إلى الترشح ولو أنه راه على سرير الموت يا هل ترى أنه يمتنعوا المهم من بعد ظهروا فيه بعض الشخصيات ظهر فيما بعد مقري ظهر فيها علي بن فليس ظهر فيه هذا الجنيران الغديري وبدأت تظهر فيه بعض الوجوه الجديدة وكي الناس اللي راكم تعرفهم معروفين بالتهريجتهم بدون دخول في التفاصيل المهم هو ماذو كذلك الجماعة نتاع السلطة اقتنعوا في نهاية الأمر على جلبشهما يقدموا بوتفليقة ولو أنه راهوا في وضع صحي متدهور حتى باعتراف هذا الناس اللي راهم يتحدثوا باسمه راهم يقولوا باللي راهوا في وضع صحي ما يسمحلوش على جلبش هو يواصل في الحكم هذا راهوا اعتراف ضمني فيما بعد المهم بدأ فيه بعض الحراك من خلال بعض الشباب اللي ما عندهمش تجربة سياسية وكانوا هما يحوسوا على جلبش تكون هناك وجوه جديدة منهم اللي راهوا ذرك هو مشا مع هذاك نكاز منهم اللي راهوا مشا مع هذاك غني مهدي منهم اللي راهوا مشا مع هذاك سبيسيفيك وتعارفوا النتيجة اللي فيما بعد وصلوا لها ذرك هذي الناس اللي هم في السلطة مثل ما قلت لكم في تسجيلات مختلفة المراهنة انتاحهم الوحيدة يا بوتفليقة ولكن على بالهم باللي بوتفليقة راهوا منتهي صحي هما كانوا يحوسوا على جلبش ايناورو من اجل على جلبش تسمح لهم هذه الفرصة لتمديد الحكم على جلبش هما يتخلصوا من بعض الناس اللي كانوا ربما ما زالهم يضايقوا فيهم لا سيامة بعد التنحية انتاع الجنيرال توفيق وهذا الجماعة انتاع التوفيق كانوا هما ينتظروا في الوقت الملائم والوقت المناسب على جلبش هما يعاودوا يا إما أنه يطلعوا بواجهة جديدة وإما أنه تهيئ لهم الظروف على جلبش هما ويستعملوا حتى العنف حتى باش هما فيما بعد يعاودوا يستلموا السلطة اللي بدأت تطرح لهم بعض المواقع فيها المهم بعد ما تقدم هذا الجنيرال هذا الغذيري كانت فيه مراهنة عليه مثل ما هي المراهنة على شخصية أخرى من بينهم بن فليس ومن بينهم هذاك عبل عزيز بالعيد وناس آخرين من بينهم هذاك تعبن جرينا هذاك اللي كان عضو في المجلس الانتقالي لما لغوا الانتخابات إذن كانوا فيه مجموعة لويزاح النون إلى غير ذلك كانوا فيه مجموعة وكانوا رايحين يدخلوا للترشح مقري بن فليس لويزاح النون آخرين درك هذ المجموعة انتع السلطة قاعدين يرقبوا في الحراك تعرفوا ماذا الذي حصل هو أنه أعلنوا في وسائل الإعلام مختلفة من أنه أراهم رشحوا بتفلقة بالتالي خلاص مشوفوا في المخطط ألف اللي هو ذهب إلى الانتخابات يوم 18 أبريل 2019 ببوتفليقة وكانوا رايحين على جلبة يفوتوه مهما كانت الظروف فيما بعد هذ الجماعة اللي يدركهما كانوا يحاولوا يوصلوا للسلطة بعدما تم ترشيح بوتفليقة لازمكم تفرقوا بين كلمة ترشيح وبين ترشح بعدما تم الترشيح انتع بوتفليقة عرفوا باللي المشاركة في الانتخابات ما رايش راح تتخرجهم وبالتالي حبوا على جلبش مجموعة من الأحزاب حبوا بشي زعم يتفقوا بيناتهم على جلبش يرهنوا على مرشح ما تفقوش وبالتالي ذهب منقاسمين متفرقين راه ورايح يخدم هذا الجماعة أنتع بوتفليقة اللي راهما رايحين هما يمدوا الحكم كنت قلت لكم أنا منذ الوهلة الأولى من أنه حتى هذا الناس اللي راهما ندركهما مع بوتفليقة راهما راهما حتى إذا كان فوتوا الانتخابات راهما رايحين في خلال سنة يعودوا يفتحوا الانتخابات لأنه قادر يموت في أي لحظات قلت لكم وكنت أنا شخصيا طالبت على جلبش يكون هناك تأجيل الانتخابات لماذا؟ لأنه الذهاب بوتفليقة في هذا الوضع الصحي وترشيحه أو عدم ترشيح بوتفليقة وترك المجال لهذا الجماعة بالذات هذا بن فليس والغديري وهذا بن قرينا والآخر 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 راه ورايح هو يأدينا إلى نفس الوضع وهو استمرار النظام نحن نحاوسوا على التغيير حقيقي وبالتالي أنا شخصيا طلبت والتسجيلات راهما موثقة ولعلكم الناس اللي راهما يتبعوا فيها يشهدوا عن الكلام اللي راني نقول فيها راه الكلام تاقي موثقة وتلكم أنا باللي من رأيه والرأي السديد اللي أنا شوف فيه هو تأجيل الانتخابات وذهاب إلى مؤتمر في الداخل وفي الخارج وتشكيل حكومة تا وحدة وطنية اللي هي تصهر على تنظيم انتخابات رئاسية وفيما بعد نمشي قدما نحو بناء جزائر جديدة نحو جمهورية جزائرية جديدة نبنيوها مع بعض لأنه الذهاب للانتخابات بالشكل اللي راهما كانوا راحين يديروا فيه راهوا يخدم هذا الجماع انت الدولة العميقة وراهوا يخدم هذا الجماع اللي راهما يحوسهما يغيروا الواجهة ويديروا نبوت في القبيز والخاسر الوحيد هو الشاب ذرك فيما بعد هذا الناس لما اقتنعوا من أنه طريقة الانتخابات ما راهوا شرح يخرجهم بدأوا هما يروجوا للخروج للشارع البداية بدأت كان هكذا كنت مباشرة بعد ما بدأت هذه النداءات قبل ما تكون هناك المسيرة 22 فيفري تسجيل راهما زال موثق وما زالوا منشور قبل ما يكون الحركة ذاك 22 فيفري كنت نبهت أنا الجزائريين والجزائريات على جل باش ما ينخضعوش ببعض النداءات حتى باش ما هما يستغلوهم ويوصلوا على ظهورهم للرئاسة لأنه هذ الناس لا يؤمنون بالانتخابات وعارفين نرواحهم بالأقلية ماكرة هما لا تخدموا من الانتخابات الشفافة ولا العمل الجماعي هذ الناس حابين يفرضوا مشروع لا يتلأم مع طبيعا تعشاب الجزائري ويستعملوا في المكر وفي الدسائس وفي المؤامرات إذن هما لما الناس خرجت يوم 22 فيفري الناس في البداية ما كانوش يعرفوا هذ الناس اللي راهم يحركوا ما يعرفوش وش هو الهدف انتاهم ما يعرفوش لماذا تم اختيار يوم 22 إلى غير ذلك من المسائل ولكن الانسان اللي راه هو متابع ويشوف تصريحات انتا الجنرال غديري تحديدا تصريحات انتا زوبي داع السول والمجموعة هذوك انتا ما يسمى بحركة مواطنة ويشوف التصريحات انتا يقول لك باللي هو راه مستعد للموت وراه هو يحوس يدير كما المجموعة انتا 22 والمجموعة انتا الستاء يعرف باللي الحراك هذا راه هو يورادو به الوصل للسلطة وحتى هو راه قلب اللي راه يحوس يوصل على الظهر انتا طوفان شابي بالتالي في البداية هما كانوا يحوسوا على جلبش يأطروا الحراك الحراك خرج من يدهم وحتى الوعي اللي راه تنشروا فيه منذ سنوات مش حاجة جديدة بالاضافة الى انه راه مكاينين بعض الاحزاب وبعض الشخصيات السياسية اللي ايضا هما راه مكاينين يحذروا من الانزلاقات هذي المهم بعدما الناس خرجت يوم 22 وقررت الناس على جلبشت زائد تعاود تخرج فيما بعد بدأوا الناس يفهموا باللي الان راه تكسرت هذه العقدة انت على الخوف وبدأت الناس تنظر للمستقبل ذرك لما بداية تصعد هذ الحراك وبداية عم في ولايات مختلفة بدأت هذيك المطالب اللي كانت في البداية مثل ما كانوا يرفعوا فيها في الشعار كي ان بعض الناس اللي هما ما كانواش حتى يبانوا كانوا يردوا في كلام تعيبوا تفليقة يالمروكي ما كانش اهدى خامسة بدأ فيه حراك واحد اخر اللي هو لا يرفع ذلك الشعار وانما شعارات اخرى انت جزائر جديدة جمهورية جديدة بدأت فيه شعارات في مختلف الولايات وبدأ يعم الوعي من انه هايجة الفرصة على جلبش نغيروا النظام لا نكتفي بتغيير بوتفليقة بشخص اخر ولا نذهب في هذا الاطار اللي هو يسمح لهذا علي غديري والجماعة الاخرين على جلبش يوصلون للسلطة وانما لابد هو انه الناس ترفع السقف انت على المطالب وبدأ يعم هذك الحاراك وحتى انه دخلوا فيه شخصيات سياسية وحزاب وبدأ يعم الحاراك هذك ذرك لما عم الحاراك هذك على المستوى الوطني وفي الخارج هذا الناس اللي هما ذركهما في السلطة لا سيما بعد ما بدأت عمليا توجيه خاصة الناس اللي في الخارج لانه رقم تعرفه فرنسا وبريطانيا وامريكا وكذا ماذا بهم هما على جلبش يكونوا الناس اللي هما في السلطة اللي يخدموا المصالح انتهم بالتالي بدأت العملية انتع الاستقطاب وبدأت العملية انتع التجاذبات السياسية كي الناس اللي هما حبين على جلبش هما يأطروا هذك الحاراك ويصيروا يحركوا فيه ويوجهوا فيه فيما بعد ذرك الناس اللي رأهم كانوا ذركهما في الداخل مثلا وراني يتحدثت لكم في التسجيل حتى باش ربما كان بعض الناس اللي ما يفهموش الكلام تاعي كان بعض الاشياء اللي رأت أكد لكم اللي رأت شرح لكم الكلام تاعي من بينهم هذك يوسفيا جلالي وهذي كيزوبي داع السول وناس اخرين خرجوا للبر للخارج لماذا؟ لأنه داخل الحاراك في الجزائر ما يقدرش هما يبانوا حبوا خرجوا للخارج وبإعاز من بعض القنوات الفرنسية تحديدا حبين على جلبش هما يوجهوا الحاراك ورأهم ما زالوا إلى الآن أنا باش نقولها لكم ما زالهم إلى الآن رأهم يحاولوا على جلبش يصنعوا ناس سواء مثلا قالنا في تولوز أو في باريس أو في بريطانيا والله في كندا يحاولوا يصنعوا ناس ويدعموهم على المستوى الإعلامي حتى باش هما يوجهوا الحاراك في الاتجاه اللي رأهم يحاولوا عليه المهم ذركهما بدأت الناس تفهم باللي هذوك الناس ما هم شتعوا الحاراك لأنه كانوا في وقت سابق حتى المواقف انتعهم متذبذبة يعني يشوفوا مثلا كانوا وقفين مع الغديري هذا المقارن العربي هاو انسحب هذاك حميدة العيشي هاو انسحب هذه زوبي داع السول رأها انسحبت إلى درجة أنه ورانا صرنا نشوفوا في قناة النهار رأها إلى حد ما رأها عاطية المنبر تاعها للناس رأهم يتحدثوا ناس آخرين يعني مثل هذاك خالد بو نجمة رأهم صاروا الآن يتحدثوا على الحاراك بالتالي ذرك لما عمل حاراك هذاك هذا الجماعة اللي ذرك هما في الرئاسة مشي بوتفلقارة نقول لكم بوتفلقارة منتهي صحيا الجماعة اللي رأم في الرئاسة خاوتو والناس اللي رأم يخدموا في الرئاسة يعني لي سيرفيس اللي رأم يخدموا في الرئاسة بالإضافة إلى القيادة انتهاء الجيش رأهم هما شافوا وحلوا الوضع شافوا المسيرات في الداخل وفي الخارج شافوا باللي ذهاب للانتخابات في الموعد انتاحها ما رأهوش رايح يخدم الجزائر لأنه التصعيد رأهو بدأ يتطور وحتى أنه ناس زادوا اخترقوا هذا الحاراك وحبوا على جلبه شي يوظفوه من خلال النداء بالعسيان المدني وكان منهم اللي هو ما يخدموش انتاع تأطير الحاراك لأنه يحبين يبقوا هما فقط يوجهوا في الناس وفيما بعد يبدأوا هما يفرضوا في الشرط انتاحهم ذرك هذا القيادة انتاع الجيش وهذا والناس اللي في الرئاسة حلوا الوضع ولقوا باللي الذهاب للانتخابات الرئاسية في الموعد انتاحها رأهو ما يخدمش البلاد بالتالي هذا القرار انتاع تأجيل الانتخابات كاين بعض من الناس اللي الان رام يتحدثوه للدستور نهارا اللي بوت في اللي قاعد للدستور كم من مرة ما تحدثوش بل كاين منهم اللي كان يسند فيه والان ذركا يتحدثو للدستور الدستور يجي يحكي لي عليها انا بن فليس وعلاش قبلت انت في تسعة وتسعين يا بن فليس على جلبش انت تروح للرئاسة وبوتفليقة ست مرشحين انسحبوا وعلاش قبلت يا بن بيتول على جلبش تسير رئيس حكومة مع ابوتفليقة لما هو وصل للسلطة في غياب ست مرشحين وان كنت يا زبيداء السولن هارلي القيادة انتاع الجيش هي انقلبت على الدستور وانك ألم تكوني عضوة في المجلس الانتقالي اللي داروه لما كانوا يهزوا في الناس وارماهم في السجون وارماهم في المعتقالات وين كنت يا سفيان يا جيلالي يلي لان ركم تحكيه للدستور انت وغيرك وين كنتو الآن دورك غاثكم الدستور محسوب حبا في الشعب وهذا الناس هذا عبل عزيز بالعدة ذلي الان راهوا يتحدث على احترام الدستور وين كنت في التسعينات وين كنت لما كانوا يتلاعبوا بالدستور وش من جهة كنت؟ وكلكم هذا غديري كلكم هذا الآن اللي رأهم لك وما غاضهم الدستور هذا القرار اللي تخذته القيادة انتع الجيش بالاتفاق مع الجماعة انتع الرئاسة قرار حكيم وقرار مسؤول وقرار تاريخي دورك الآن لابد من تثمين هذا القرار لأنه في خدمة الشعب الخطر هذا الناس كانوا يحوسوا يوصلوا للسلطة أو كي الناس اللي رأهم حابينه ما يبقوا في السلطة هذا القرار رأه في صالح الشعب الآن لابد من الذهاب إلى مؤتمر في الجزائر وفي الخارج ما لازمش تقبلوا يا الإخوة اللي رأكم في الخارج هو أنه فقط الناس في الداخل يتحدثوا بالإسم من تاعكم بالتالي ذو كهيجة هذه الفرصة أولا على جلبه تكون هذه الحكومة ليست الحكومة هذه انتع موسى الحاجب بالحاج موسى ولا هذه انتع الندوة هذه اللي رأهم لان يحكيوا عليها يجيبونا هذا الأخضر الإبراهيمي اللي كان هو واقف مع الإنقلاب ولا يجيوا يحكيونا ذو قالبو تفليقا راهو يو حتى هو راهو كان ضد العهد الخامسة وراهو كان مريض وراهو كان كذا زعم ما راهوش باغي الترشح بمعنى واحد أخر راه من الناس ومن اللي رشحوه يعني ما كانش هو المطلب انتاعه وإنما استجابة لهذاك المطالب هو زعم شغل قبل علاجه بشي ترشح لكن الحاجة اللي لازم ننتفقع لها هو أنه بو تفليقا راهو منتهي راهو منتهي صحيين خلاص ضد الناس هذو اللي راههم لركهما يسيروا في هذه الأجهزة هما اللي راههم لركهما اقتنعوا بهذا القرار اللي هو قرار تاريخي قرار تاريخي أنا شخصيا مقتنع بأنه هذا القرار قرار سليم وقرار حكيم راه رايح يجنب البلاد حمامات من الدماء لأنه المؤشرات عديدة خاصة أنه وأنه ناس رهم كانوا يدعون ولا زالوا إلى اليوم يعملوا من أجل فصل منطقا تعالقبائل بالإضافة إلى أنه ركم شفتوا بعض الناس اللي هما في الجنوب اللي هما رحوا مشاهم على هذاك بالتالي ذرك هذا القرار قرار سليم وقرار حكيم جنب البلاد من مأزق كثيرة الآن لابد من تأطير هذا الحراك في الداخل وفي الخارج من طرف ناس اللي هما ممش تابعين لهذا النظام وفي نفس الوقت ممش تابعين الأحزاب بإمكان هو أنه الأحزاب هذو يشوفوا قال مثلا يجتمعوا في بعضهم والله يشوفوا واحد والله زوج من بين هذا الأحزاب يكون ناطق رسميه باسم الأحزاب على جلبش هما يشاركوا في تأطير هذا الحراك ولكن الناس اللي يراهم دوركم موجودين في الداخل وفي الخارج لازم يخرجوا ناس حتى باش تتشكل هيئة في الداخل وفي الخارج وينسقوا مع بعضهم باش يلقوا مخرج في أقرب وقت باش نذهب إلى تشكيلة حكومة وحدة وطنية أو حكومة من الكفاءات والمؤتمر اللي هي ممكن هو أنه هذا الناس اللي يراهم في النظام هذا هو أنه قال مثلا يساعدوا وينظموا مثلا في الإطار هذا نتاع اللوجيستيك ويمدوا مثلا إمكانيات وسائل وكذا ويصهروا على الحماية نتاع هذا الحراك يعني بحيث هو أنه ما يكونش فيه ديراباش ما يكونش فيه قتيلة ولا سرقة ولا النهب وكذا والله تعدي الممتلكات وكذا ولكن لابد هو أنه يخرجوا ناس اللي هما على المستوى انتاع 48 ولاياء وفي الخارج باش يكونوا ممثلين اللي هما يؤمنون بجزائر جديدة يؤمنون بجزائر الجميع مش يجي واحد هو أنه قال مثلا عنده فكر جهوي يجي هو على جلبه يحاول يأطر الحراكة على جلبه يختم المنطقة انتعو والله الجهة انتعو أو قال واحد عنده إديولوجية معينة سواء قال مثلا لايكي ولا إسلامي ولا كذا ويجي حبه ويفرض روحه على جلبه هو يمشي هذا الحراكة في الاتجاه اللي يحوس إليه نحوسوا إحنا على جزائر الجميع أرواحه كامل الناس اللي عندهم توجه إسلامي واللي عندهم توجه لايكي تجتمع الناس كلها من أجل جزائر جديدة من أجل وجوه جديدة ونخدمه مع بعضنا البعض على جلبه نبنيه وهذه الجزائر الجديدة إذن الإخوة والأخوات هذا القرار قرار حاكيم وقرار سليم الناس اللي يذكهما رهم يعيطو ورهم يبرحو ورهم خايفين هم المتضررين من هذا القرار لأنه هذا القرار فوتا لهم فرصة كانوا يحبين هما يستلموا السلطة سواء عن طريق الشارع أو من خلاله وإبعاد الجناح هذا انتع بوتفليقة وانتع الرئاسة بصفة عامة على جلبه شوي يسمح لهما على جلبه يستلموا السلطة لكن هذا الناس في اثنين حبين هما يفوتوا فرصة التغيير على الجزائر إذن الآن رهجت فرصة التغيير رهم كاينين ضك ناس في السلطة اقتانعوهما بتأجيل هذه الانتخابات واقتانعوهما بالذهاب إلى ندوة وطنية الآن لابد من تطوير هذا الحراك لابد من رفع شعارات اللي هي تنادي بالتغيير الحقيقي لابد من رفع شعارات اللي هي تحافظ على الأصالة لابد من رفع شعارات اللي تدعو للعنصرية وركزوا على العلم الواحد اللي هو الجزائر إذا كان فيه بعض الأشياء اللي رهم ناس حبين يطرحوها موش الوقت انتهى خليونا أولا هو أننا نديروا تغيير مع بعض ونهار اللي فيما بعد نوصل الوحد المستوى من الحوار فيما بعد تتناقش مع هالناس تناقش مع بعض هالبعض وقال ها هو وش لازم نديره تكون فيه الأمازيغية قال الشاوية قال القبيلية قال الترقية قال تعالى واسمه هذو كنت الشناوى المزابية نتناقش على مجموع من المواضيع وإذا اختلفنا في شيء نروحوا للشعب نحو استفتاء نخدمه مع بعضنا البعض من أجل جزائر جديدة إذن هذه هي باختصار الكلمة نتاعي نلتقي إن شاء الله يوم الأحد 17 مارس على الساعة الثانية بعد الزوال على الجل باش نديره التجمع إلى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة